من ساعات واليوم أعلنت محكمة العدل الدولية قرار ينتصر للحق والعدل وقرار هام جداً العالم كله كان منتظره وقال رئيس محكمة العدل الدولية وجه كلامه لدولة إسرائيل بوقف إطلاق النار ووقف الهجوم العسكري على رفح الفلسطينية بشكل فوري أمرت المحكمة إسرائيل بفتح معبر رفح البري أمام المساعدات الإنسانية وقالت إنه عليها تقديم تقرير بالإجراءات المتخذة في غدون شهر الحقيقة قرار مهم جداً قرار يعني يمكن الجميع كان بينتظروا لأنه في رفح بالتحديد هو الملاد الأخير لقطاع كامل بيشوف ويلات من الحروب من السابع من أكتوبر والحقيقة مسألة فتح المعبر ونفاذ المساعدات وإدخال المساعدات ده شيء مهم جداً في هذا التوقيت لأنه يمكن كل أشكال الحياة توقفت فقرارات مهمة جداً وممكن لقت ترحيب كبير جداً من قبل دول عربية وكمان يعني في العالم والحقيقة إنه الدور المصري هنا في دعم جنوب أفريقيا في دعوتها ضد جيش الاحتلال لعب دور كبير دور ديبلوماسي كبير بالتنصيق مع جنوب أفريقيا بالضغط على المجتمع الدولي لإدانة إسرائيل أمام العالم وطبعاً قرار زي ده حيكون ليه تبعات وتأثير على العالم كله داخل وخارج المنطقة كمان والحقيقة أنه على المستوى العربي تحديداً كان فيه ترحيب كبير من دول عربية بهذا القرار منها المملكة العربية السعودية واللي اعتبرت هذا القرار خطوة إيجابية تجاه حقوق الشعب الفلسطيني وكمان دولة قطر رحبت بهذا القرار ويعني تحدثت عن وقف العمليات العسكرية والحقيقة أنه كمان كان هناك ردود فعل إسرائيلية على هذا القرار وردود فعل سريعة انتشرت في وسائل الإعلام الإسرائيلية وقال لبنيامين ناتنياهو أنه سيجري مشاورات وزارية هاتفية بشأن قرار محكمة العدل الدولية بحضور وزارة الخارجية والشؤون الاستراتيجية والعدل والدفاع حيث نروح للجانب الفلسطيني واللي بالتأكيد رحبت الرئاسة الفلسطينية بهذه القرارات وطلبت محكمة العدل الدولية بإلزام إسرائيل تنفيذ هذا بشكل فوري وقالت أنه القرارات دي بتمثل إجماع دولي على ضرورة إنهاء الحرب في قطاع غزة أيضا حماس تمنت هذا القرار وطلبت إسرائيل بإدخال المساعدات لغزة مستماح للجانب الأممية بالدخول للتحقيق في جرائم الإبادة الحقيقة أنه جمهورية مصر العربية بالتحديد في بيان صادر عن وزارة الخارجية قالت إنه إسرائيل ضرورة إنها تمثل لكل التزاماتها القانونية في إطار اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها والقانون الدولي الإنساني وتنفيذ كافة تتبير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولي الحقيقة ده انتصار للحق يسجل لمحكمة العدل الدولية في توقيت مهم جدا يعني تعترف به الدول بدولة فلسطين تزامنا مع هذا القرار من محكمة العدل الدولية فصل جديد ومهم في مرحلة كفاح الشعب الفلسطيني نحو الحصول على حقوقه المشروعة انتصار للحق الفلسطيني الحقيقة في توقيت هام جدا ترجمة نانسي قنقر